وعن ذلك يلتحق بنا من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد سيد أحمد أستاذ أحمد في البداية أهلاً وسلام بك يعني في إيران الملفات كثيرة حول القمع وتهديد حول الفقر وملفات كثيرة في الداخل الإيراني دعني أسألك مما تم أخيراً حذر تطبيق تيلغرام في إيران داخل حيز التنفيذ بعد أن أصدرت المحكمة الإيرانية العامة في طهران قرار بذلك سؤالي كيف تعادك على مثل هكذا قرار بالطبع أولاً النظام في إيران هو يعاني من أزمة حقيقية هيكلية ويستخدم كل أنواع القمع سواء القمع العنيف من قوات عسكرية أو السيطرة على وسائل الاتصالات لمنع تصاعد الانتفاضة الجمهرية والثورة ضد ممارسات هذا النظام خاصة في أقليم الأحواز والحقيقة أن الانتفاضة الإيرانية ليست فقط مقتصرة على الأحواز ولكنها أيضاً تشمل كل مناطق إيران ورأينا في نهاية العام الماضي وللأسف قام النظام باستخدام كل أدواته القمعية من قوات الحرس السوري ومن قوات البسيج لقمع واستخدام أسليب السحل في الشوارع واعتقال الألاف وقتل العشرات وفي محاولة للسيطرة وفي ذات الوقت تحدي المجتمع الدولي واستغلال الموقف المائع من المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في إيران لاستمرار ممارساته ولذلك تعليق تليجرام هو يأتي فيه سياق السيطرة التامة محاولة منع ظهور ما يحدث على الأرض إلى الخارج ومحاولة منع الاتصالات حتى بين الأبناء وأن تعبر هذه الانتفاضة عن مسارها الطبيعي باعتبار أنها لها مطالب مشروعة ضد ممارسات النظام وضد تغيير الأهوية العربية للأحواز وضد التهميش وضد استغلال سروات الأحواز وضد الاعتقالات وسليب القتل وغيرها من الأسليب نعم أيضا فيما يخص الأشياء الخارجي وهو كما معلوم لديك عن الولايات المتحدة وخمس قوة دولية قد وقعت اتفاق مع إيران تحدث عن عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي ترامب من فترة للأخرى يعني يهدد بالانسحاب إسرائيل أيضا دخلت على الخطم خلال قولها أنها تمتلك ملفات سرية تثبت أن إيران تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية باعتقادك بكل هذا السيناريو إلى إينا نذهب في هذا الملف تحديدا يعني بداية الملفات مرتبطة يعني ما يحدث في داخل إيران مرتبط به الملفات الخارجية والملف النووي الإيراني بمعنى أن النظام الإيراني يتبع النظام الطوكية هو حاول أن ينتهج الاتفاق النووي كمحاولة لرفع العقوبات وتوظيف الأرصيدة المجمدة وبدلا من أن يعالج مشاكل الفقر قام بتوظيفها في إنتاج السواريخ الباليستية ودعم أزرع الإرهابية كحزب الله والحسيين الانقلابيين الإيرانيين في اليمن وغيرها من عشرات الميليشيات ولذلك هذا النظام ادعى ويزعم أنه لا يسعى إلى استخدام السلاح النووي وأن هناك فتوى مما يسمى المرشد الأعلى وغيرها من الأمور لكن في اعتقادي أن هناك أدلة واضحة على أن هذا النظام يمتلك البنية الكاملة لإنتاج السلاح النووي وهو نقلها إلى مناطق خاصة تحت الجبال ومناطق عسكرية محصنة ولذلك كانت أحد عيوب الاتفاق التي رأت فيها لدار الأمريكية بند الغروب بمعنى ما بعد 25 وإمكانية استئناف إيران لتقسيم اليورانيوم ثم الصغر الثانية وهو السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الزرية للوصول إلى المواقع العسكرية وهو مرفض النظام بشدة هذا يعني النظام حاول استقلال هذا الاتفاق لامتلاك السلاح النووي من ناحية وفي ذات الوقت توظيف الرفع العقوبات واعتقد أن كل الدلائل تشير الآن إلى اتجاه الإدارة الأمريكية إلى الانسحاب من هذا الاتفاق ليس فقط تعديله لأن حتى صيغة التعديل التي ترحها الأوروبيين والحديث عن اتفاق مكمل يشمل بند الغروب ويشمل البرنامج الصاروخ ونفوذ إيران هي لم تعد تجدي لأن النظام الإيراني وفي ظل الاتصالات الأخيرة ويرفض بشدة أي تعديل أو تغيير فيها الاتفاق يرفض أيضاً أن يتخلى عن نفوذه الإقليمي هذا يعني أننا في اتجاه قرار ترامب في الثانية عشر من مايو بالانسحاب من هذا الاتفاق وبالتالي هنا الكرة لم تعد الآن في ملع والأوروبيين لأنهم الآن فشلوا في الوصول إلى صيغة وسط وتعديل هذا الاتفاق ومعلاجة صغراته واعتقد أن الرؤية الأوروبية الآن الفرنسية تحديداً والألمانية باتت أقرب إلى الرؤية الأمريكية وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أدلة حقيقية على وجود الرؤوس النووية كلها بتعكس وتؤكد أننا مرحلة نسير في اتجاه مرحلة إلغاء هذا الاتفاق النووي من جانب الإدارة الأمريكية نعم الملفات خارج إيران كثيرة وفي الداخل أكثر ولكن بعجالة وكسؤال آخر اليوم ما بين اعتراف المرشد الإيراني مؤخراً بتردي الأوضاع الاقتصادية وأيضاً في المقابل هناك مظاهرات مستمرة للمواطنين للمطالبة بشكل عام بحياة كريمة ما موقف الحكومة في طهران تتوقع خلال الأيام القادمة؟ اعتقد أن حكومة الرئيس روحاني أو ما يسمى بالإصلاحيين هناك الآن وضع هش في إيران الإيران هي مقبلة على مرحلة غليان هناك الآن صراع كل طرف يحمل المسؤولية على الطرف الآخر الحرس الثوري والمرشد الأعلى والبسيج يعني يحولون القاء اللهم على الحكومة لكن في النهاية نحن أمام أوضاع متردية هي نتيجة ليه قيام نظام العسكري بصرف مليارات الدولارات حقيقة على الخارج وعلى أزرع الإرهابية وبالتالي كان هذا على حساب الشعب الإيراني خمسين في المئة من الشعب الإيراني تحت خط الفق هناك تهميش هناك عشش الصفيح في المناطق الإيرانية وبالتالي كل هذا يمثل نوع من النار تحت الرماد ومرحلة من الانفجار واعتقد أن الحرس الثوري والكوات العسكرية يحولون استغلال هذا الأمر لتشديد القبضة الأمنية في إيران لكن في كلا الأحوال كل المؤشرات تشير إلى أن إيران مقبلة على مرحلة سوف يحدث انفجار في الداخل الإيراني خاصة في ظل فشل النظام الإيراني وحكومة روحاني في معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية والضغط على الحرس الثوري والمرشد لإعادة توجيه الأموال الإيرانية إلى الأوضاع الاقتصادية وليس الاستمرار في انفقه على الخارج وعلى البرنامج الصاروخي والحرس الثوري الذي تبلغ ميزانيته تقريبا ربع الميزانية الإيرانية نعم إذن من القاهرة الخبير في العلاقات الدولية سيد أحمد السيد شكرا جزيلا لك